متحف للدراجات الهوائية في مدينة سام بيترسبرغ في روسيا يعرض فيه جميع أنواع أحجام الدراجات سواء معلقة على الجدران أو متدلية من السقف عنوان المعرض بالروسية معناه دراجات فنية ويحاول أن يظهر كيف يمكن لوسائل النقل أن تكون أعمالا فنية افتتحنا هذا المعرض في الصيف لأن الصيف هو موسم ركوب الدراجات كثف عمال التوصيل جهودهم بسبب الوضع الوبائي في العالم استطاع المعرض أن يثبت أن الكثير من الناس يستطيعون صناعة الفن من أشياء مثل الدراجات وهذا أمر ممتع لكثير من الناس يضم المعرض مجموعة من نماذج الدراجات بما في ذلك دراجة كاسحة للجليد لركوبها خلال أوقات الثلج وهناك دراجات لمن يعانون من إعاقات كما أن هناك دراجات بقدمين ودراجات غريبة الشكل كدراجات ملاك بأجنحة وتركيبات مكونة من عجلات ويساعد رمز الاستجابة السريعة الزوار على التنقل خلال المعرض حيث يقدم معلومات عن الدراجات ويحفظ أيضا نماذج سلاسية الأبعاد لها على هواتف الزوار وبمجرد أن يقوم الزوار بحفظ مسح لصورة الدراجة عبر رمز الاستجابة السريعة على هواتفهم يمكنهم التقاط صور للأشخاص كما لو كانوا يجلسون عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر